دوحة لنبي الهدى كأنك حين تراها معه هنا يجد المرء سلوانه وينثر من شوقه أدمع كأني به مثل بدر الدجا وأنوار طلعته ساطعة هنا يهتف القلب في نشوة سلام عليه فما أرواع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين يقول أحب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم كأنك معه وقعت حادثة الفيل قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلك الحادثة التي أخبر عنها القرآن الكريم حينما أراد أحد ملوك اليمن أن يهدم الكعبة المشرفة قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل فكانت تلك الحادثة أشبه بالتمهيد لحدث عظيم قادم وفي تلك الأيام في ذلك الزمن كانت البشرية على موعد مع حادث عظيم ومع موقف جليل جميل ومع إشراقة لأنوار سوف تعمر الأرض بجلالها وجمالها بإذن الله عز وجل هناك في تلك الفترة في ذلك الزمن في ذلك الموضع في مكة المكرمة بجوار البيت الحرام الذي حماه الله عز وجل من أصحاب الفيل ومن غيرهم لتكون آية عظيمة لحفظ الله عز وجل لهذا البيت الحرام وتمهيدا جميلا مباركا لما سيحدث بجوار هذا البيت الحرام هناك ولد النبي صلى الله عليه وسلم يا خير طفل تغنى الكون من طرب إليه فهو الإمام الأول التالي أضاء نورك إذ أقبلت وابتهجت بك البسيطة عند المولد الغالي ولد النبي صلى الله عليه وسلم فرأت أمه نورا أضاءت منه قصور الشام ولد صلى الله عليه وسلم من أسرة وفي أسرة عريقة أسرة من الأسر ذات النسب العريق والصفات الحميدة والسيادة الرفيعة البديعة في قريش قريش عموما كانت قبيلة رائدة قبيلة لها مكانتها وريادتها وسيادتها ولذلك أنزل القرآن الكريم بلغة قريش تكريما أيضا لهذه القبيلة ولهذه اللغة التي هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت العريق في نسبه كما أخبر صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من كنانة بني هاشم واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا الحديث سيكون مع المعالم البارزة والأحداث وإن كانت كل أحداث حياتي صلى الله عليه وسلم مهمة ولكن عن بعض المحطات البارزة والهامة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الموقف لا يتسع وإلا لو أردنا أن نقف مع كل جزئية فإننا في كل حادثة وفي كل موقف ومع كل حديث ومع كل آية ومع كل قصة وفي كل لحظة نحتاج أن نتحدث بكلام طويل ونحتاج أن نسطر عبارات كثيرة لكن سنقف لأننا نريد أن نقدم صورة كاملة شاملة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ومسيرته من خلال هذا البرنامج النبي صلى الله عليه وسلم كأنك معه بأقصر العبارات وعلى قدر ما يسمح به الوقت ويجود به الزمن بفضل الله عز وجل فهي يعني سنقف فقط مع أهم أو مع المحطات البارزة في حياته صلى الله عليه وسلم ومع ما ثبتت صحته وتأكدت نسبته من ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يا الله أعظم مولود تزينت به الحياة وأجمل إنسان تعطرت بطلعته الدنيا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب توفي أبوه صلى الله عليه وسلم قبل أن تسعد عيناه برؤية هذا الابن المبارك ولد النبي صلى الله عليه وسلم فكان في رعاية جده ثم بعد ذلك لما أن مات جده صلى الله عليه وسلم كان في رعاية عمه بعد ولادته صلى الله عليه وسلم أرسله أهله إلى بادية بني سعد لتتم رضاعته هناك صلى الله عليه وسلم كعادة العرب في اختيار المرضعات وكعادة أشراف قريش في أنهم يختارون لأبنائهم مرضعات في بعض البلدان المجاورة لمكة لتشتد حياتهم وأجسامهم وأجسادهم ولأن ذلك مما سار عليه خصوصا أشرافهم ووجهاؤهم أن يرسلوا أبنائهم إلى أطراف مكة المكرمة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني سعد لترضعه حليمة سعدية وفي أثناء وجوده هناك صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير في قرابة الرابعة من عمره حدثت حادثة عظيمة من الأشياء التي نتوقف عندها لأنها ذات أهمية كبرى في حياته صلى الله عليه وسلم وهي حادثة شق الصدر الأولى حيث جاءه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فصرعه فشق عن صدره فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم أتى بطست من ذهب مملوء بماء زمزم فغسله فيه فخاف الصبيان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا خائفين وجلين يخبرون أمه من الرضاع فجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون فخافت عليه فعادت به إلى أمه يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم بقيت علامة ويا لها من علامة ويا له من أثر ذلك الأثر العظيم الذي هو من بدايات وإن كانت العناية الربانية بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأت منذ فجر قديم منذ فجر التاريخ منذ العناية بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبإسماعيل وباختيار الأم التي سيكون من نسلها وباختيار الأب الذي سيكون من نسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كأنما ذلك التاريخ يهيئ أن يخرج من رحمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون هذا النبي المبارك ظلت العناية والرعاية منذ فجر التاريخ ليكون من أحسن نسب في أحسن نسب ومن أكرم أبئل أن جاء صلى الله عليه وسلم لكن هذا معلم من المعالم العناية الربانية واللطف الإلهي العظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء إلى هذه الحياة الدنيا وفي قرابة السنة السادسة من عمري صلى الله عليه وسلم يفقد الأم لتكتمل بذلك حياة اليتم وهي إرادة الربانية عوضه الله عنها بفضله بلطفه بعنايته برعايته بتسخير من حوله له فكانوا يحنون عليه ويحبونه أكثر من أبنائهم ويفرحون به ويبتهجون برؤيته صلى الله عليه وسلم حينما كان يطل بإشراقته البهية كالبدر فكانت القلوب تحبه وكانت النفوس تتمنى رؤيته وطلعته صلى الله عليه وسلم نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة نشأت الطفولة بين أهله وأسرته وأعمامه وكان عمه يرعاه ويعتني به منذ صغره ويصحبه معه في أسفاره في رحلاته حبا له وإكراما له وعناية ومزيدا اهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم حدثت عدة أحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه من أهمها حلف الفضول ذلك الحلف الذي تعاهد فيه بعض رجالات قريش وبعض أسيادها على نصرة المظلوم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حضرت حلفا أو شهدت حلفا ما وددت أن لي به حمر النعم يعني أنه حلف كان النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا بأنه حضر لأن فيه نوع من نصرة المظلوم والنبي صلى الله عليه وسلم بما جبله الله عليه من نفس نقية ومن فطرة سوية ومن حب لمكارم الأخلاق لا زال يتذكر ذلك المشهد العظيم الذي رأى فيه شيئا مما تحبه نفسه ويتوق له فؤاده وهو الخلق الرفيع ونصرة المظلوم وإعادة الحق لأصحابه هناك أحداث متعددة من أهم الأحداث وأبرزها في تلك الفترة حادثة تجديد بناء الكعبة حينما قررت قريش أن تعيد وأن تجدد بناء الكعبة وبعد مشاورات وتردد قرروا إعادة تجديد بناء الكعبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن شرفه الله عز وجل بذلك فكان ينقل الحجارة مع عمه العباس لبناء الكعبة بل وأكرمه الله عز وجل بمشهد في ذلك البناء خصه به عز وجل وهو أنهم اختلفوا حينما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود في مكانه وهذا له ذلالات كثيرة منها يعني اهتمام قريش أولاً وإجلالهم للكعبة وللبيت الحرام ثم معرفتهم بقيمة وأهمية هذا الحجر الأسود الذي هو من الجنة هذا الحجر الذي وضعه إبراهيم نظر الرعاية والعناية واللطفة الرباني إبراهيم يضعه في فجر بناء الكعبة ومحمد صلى الله عليه وسلم يضعه اليدان الكريمتان يد أب الأنبياء ويد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فيختلف القبائل في قريش كل قبيل تقول أنا الذي أضع الحجر الأسود في مكانه فاتفقوا على أن أول من يخرج عليهم من هذا الفج يحكمونه فإذا به محمد صلى الله عليه وسلم ففرحوا قالوا جاءكم الأمين أتاكم الأمين فحكموا فكان له رأي حكمه وسداد وعقل منذ شبابه صلى الله عليه وسلم إذا أمر بقطعة من القماش أو رداء فوضعوا الحجر فيه وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف منه فاشترك الجميع في وضعه فلما رفعوه أخذه بيده ووضعوا في مكانه صلى الله عليه وسلم هناك بعض الأحداث الأخرى ستكون إن شاء الله مما نكمل به بقية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنك معه قبل مبعثه هذه أحداث كلها قبل البعثة إلى أن نصل إلى ذلك اليوم العظيم الذي أشرقت به أنوار البعثة المحمدية إلى ذلك الوقت أترككم في رعاية الله عز وجل وحفظه وعنايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هنا دوحة لنبي الهدى كأنك حين ترى